المغرب وفرنسا مواجهة تطورات والتحديات الدولتين معا مع مديري وزميني سيد أرمون تطرقنا إلى سبل تعزيز التكامل والتصنيع المشترك للاستفادة من مقومات البلدين من أجل تقوية تنفسية الاقتصادية كما نقشنا أفاق تعاون في مجالات رئيسية مثل الابتكار الصناعي وتطوير سلاسل قيمة المشتركة بهدف تعزيز خلق فرص شغل لصالح الشباب في كلا البلدين يعكس هذا الصخم الجديد في الشراكة بين المغرب وفرنسا أملا كبير لمستقبل مشترك ونؤكد التزامنا الكامل بترجمة هذه التطلعات إلى واقع ملموس يعزز مصالح بلدينا ويدعو استقرار وازدهار من تقاطبهم شكرا قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونه في العشين يوتيوب وبرتجيوا الفيديو وديروا جام وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي